العنف الأسري مفهومه وأشكاله كان موضوع محاضرة نظمها قسم حماية الأسرة في معهد فن الفوسيفسيا في مادبة وتناولت المحاضرة رؤية قسم إدارة حماية الأسرة بتوفير بيئة أسرية خالية من العنف الأسرية حيث تقوم الحماية بالتحقيق في قضايا العنف والإذاء الجسدي الواقع على النساء والأطفال من داخل الأسرة والتحقيق في قضايا الاعتداءات الجنسية بغض النظر عن صفة الفعل وقال رئيس قسم حماية الأسرة في مادبة الرائد فيصل جبو إن قسم حماية الأسرة يقوم بتقديم مكتب لاستقبال الحالة عند وصولها من قبل مدربين وجمع المعلومات كاملة وتكون على درجة عالية من السرية تم استعراض الدور الكبير الذي تقوم في مديرية الأمن العام في مجال حماية الأسرة ومن الاسم يتبين لنا مدى الاهتمام بموضوع حماية أبنائنا وبناتنا وأسرنا في المجتمع الأردني كافة زادت الدور التثقيفي بحماية الأسرة وأثرها الإيجابي على المجتمع الأردني بحيث تناولت المشكلات الأسرية بطريقة حضارية وحلها بطريقة علمية استفدنا منه وتعرفنا على دور اللي بتقوم في حماية الأسرة والمراكز الفرعية في المحافظات وأهمية دور حماية الأسرة فيه حماية الأسرة من العنف الأسري اللي بتعرض لها سواء الأم أو الأطفال من أي جهة كانت في المجتمع المحلي الموجود في الأردن ترجمة نانسي قنقر